قول لي بقى يوسف انا عارف ان انت دايما بتحب حمد فتحي وبتحب المركز ستة وتمانية كلمنا بقى على الامر ده واننا عارف انت من المحبين لحمد فتحي طبعا والسلية انا ببص عليهم والله وبتعلم النجون دي دي بالنسبة لي كبات كبار انا ما وصلتش الربع اللي قسلوله يعني كل يوم برضو بنتعلم منه حاجات جديدة وهو يعني بتوظف برضو بحاول بحاول بقى فيه شبه بالنوم هواد دي يعني زيب يوسف انك نجل الكتن سيد عب حفيز او انا عايز اتكلم في النقطة دي اكيد يا يوسف انت تملك القدر الكبير جدا من الشخصية والتعامل ان لعيب كرة القدم لما بيبقى نائب نو لعيب كرة بيبقى في ضغط عليك انت الامر ده بتتعامل معه ازاي بيشيلك حملة بالزيادة شايف الامر ده ازاي اهو اتقال كتير يعني من وانا صغير بس يعني برضو الكلام ده انا تعودت عليه ويعني بحاول برضو ازبط الناس دي كل يوم عن تاني ان انا بشتغل على نفسي وبطور من نفسي ويعني بقدم اداء كويس في الملعب الملعب هو اللي بيزبط كل حاجة